اشتركوا في القناة وهو من الدروس المهمة لطلبة البكالوريا كل الشعب ألا وهو المجاز العقلي كما هو موضح في العنوان إذن اليوم سنتعرف على مفهوم المجاز العقلي ما هي أهم علاقات المجاز العقلي كيف أتعرف على هذه العلاقات وما هي أو ما هو سر بلاغة المجاز العقلي أو أين تكمن بلاغة المجاز العقلي بداية مع مفهوم المجاز العقلي أو مع مفهوم المجاز عموما كما قلنا أن المجاز لغة يعني التجاوز والتعدي وهذا الأمر ذكرناه في دروس سابقة ولكن نريد أن نبينه أكثر لأن المجاز العقلي يعتبر من فروع المجاز فالمجاز في اللغة يعني التجاوز والتعدي بمعنى تجاوز المعنى الحقيقي إلى المعنى الخيالي أو إلى الخيال بمعنى تعدي الحقيقة إلى الخيال وفي الاستلاح هو نقل الكلام عن معناه الأصلي واستعماله في معنى آخر مناسب له بمعنى أنقل الكلام من معنى الأصلي إلى معنى آخر مناسب له إن المجاز على قسمين وقد رأينا هذا أيضا في دروس السابقة قلنا أن المجاز على قسمين القسم الأول هو المجاز اللغوي وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بمعنى أن المجاز يقع في اللفظ بمعنى الكلمة يقع في الكلمة والنوع الثاني من المجاز هو المجاز العقلي وهو يجري في الإسناد فإذا كان المجاز اللغوي يجري في اللفظ فإن المجاز العقلي يجري في الإسناد بمعنى أن يكون الإسناد إلى غير ما هو له في الحقيقة بمعنى أسند الكلام أو أسند الفعل إلى غير ما هو له في الحقيقة بالنسبة لأقسام المجاز اللغوي كما رأينا سابقا وقد تطرقنا إلى هذه الدروس إذن أقسام المجاز الوغاوي هي الاستعارة والمجاز المرسل والفرق بينهما كما ذكرنا هو في العلاقة إذن العلاقة في الاستعارة هي دائما مشابهة أما في المجاز المرسل فهي غير المشابه إذن نتعرف أكثر على المجاز العقلي ما معنى مجاز عقلي؟ المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو فيما معناه إلى غير ما هو له في الأصل لعلاقة مع قرنة عقلية مانعة من إرادة الإسناد الأصلي إذن من خلال التعريف نفهم أن المجاز العقلي يجري في الإسناد يعني المسند والمسند إليه يجري في الإسناد بمعنى التركيب فالإسناد هو التركيب يعني تركيب الجملة بمعنى أن يكون الإسناد إلى غير ما هو له مثال شفى الطبيب المريضة فمن خلال المثال ولو تمع عنا قليلا سنتبين أن الكلام لم يأتي على الحقيقة وإنما جاء على المجاز ولكن المجاز لم يقع في لفظ واحد وإنما وقع في كل التركيب في الإسناد في كلمة شفاء الطبيب شفاء الطبيب يعني بين المسند والمسند إليه فالشفاء من الله تعالى فأسندناه إلى الطبيب مجازا الكلام الحقيقي شفى الله المريضة ولكن نحن أسندنا فعل الشفاء إلى الطبيب مجازا ويتم ذلك بوجود علاقة مع قرين مانعا من جريان الإسناد إلى ما هو له فالعلاقة التي جعلتنا نسند الشفاء إلى الطبيب ولسأل الله تعالى هو أن الطبيب سبب في الشفاء لأن الطبيب سبب في الشفاء فنحن نعي جيدا أن الشفاء من الله تعالى ولكن مجازا أسندناه إلى الطبيب لماذا؟ لأن الطبيب سبب في شفاء المريض هذا هو المجاز العقلي يكون على هذه الشكلة بمعنى أنه يقع في الإسناد أي في التركيب في إسناد الفعلي أو ما في معنى إلى غير ما هو له في الأصل فما معنى التركيب؟ ما معنى التركيب؟ التركيب معناه أن هناك مسند ومسند إليه فشفاء مسند فأسندنا فعل الشفاء إلى الطبيب فالفعل مسند والطبيب مسند إليه مسند مسند إليه بمعنى أننا نحكم بشيء ونسند هذا الحكم إلى شخص معين أو إلى مسند إليه فهو الذي يتمم المعنى هو الذي يتمم المعنى والمسند إليه هو عن طريقه يتم المعنى هذا ما معنى الإسناد وما معنى مسند ومسند إليه إذن اختصارا نقول أن المجاز العقلي يقع في الإسناد بمعنى إسناد الفعلي إلى غير ما هو له في الأصل ليس الفعل فقط أو أيضا ما في معنى بمعنى إسم الفاعل وإسم المفعول وغيره إذن إسناد الفعل أو فيما معناه إلى غير ما هو له في الأصل نكمل مع المجاز العقلي إذن قلنا هو إسناد الفعل أو ما في معنى إلى غير ما هو له في الأصل لعلاقة مع قرينة عقلية مانعة من إرادة الإسناد الأصل إذن من خلال التعريف نعي جيدا أن المجاز العقلي فيه شرط فالمجاز العقلي فيه شرطان الشرط الأول وهو العلاقة بمعنى العلاقة التي تكون بين الإسناد المجازي لاحظوا نحن الآن نقول الإسناد المجازي الإسناد المجازي في المجاز العقلي سنتحدث فقط عن الإسناد الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي إذن العلاقة التي تكون بين الإسناد المجازي والإسناد الأصلي وهذه العلاقة ليست علاقة واحدة وإنما هي علاقات متعددة تفهم مناؤ السياق أو تفهم من خلال إجراء العلاقة بين الإسناد المجازي والإسناد الأصلي نكتشفها من خلال الإسناد المجازي والإسناد الأصلي ثم الشرط الثاني من شروط المجاز العقلي وهو القرينة القرينة بمعنى الدليل القرينة التي تدل على عدم إرادة المعنى الأصلي دائما عقلية لأن المجاز العقلي يدرك بالعقل لذلك سمي مجازا عقليا إذن الدليل الذي يبين لي أن الكلام جاء على المجاز ولم يأتي على الحقيقة هو دليل عقلي بمعنى أن الاكتشاف أو إدراك أن الكلام لم يأتي على الحقيقة وإنما جاء على المجاز هو العقل أي يدرك بالعقل لذلك سمي مجازا عقليا نبدأ الآن في اكتشاف علاقات المجاز العقلي المثال الأول بَنَى الْحَاكِمُ الْمَدِينَةَ بَنَى الْحَاكِمُ الْمَدِينَةَ إذن من خلال القرينة العقلية ومن خلال العقل نعي جيدا أن الكلام في هذا المثال لم يأتي على الحقيقة وإنما جاء على المجاز وأن الإسناد هنا إسناد غير حقيقي أو إسناد غير أصلي وإنما هو إسناد مجازي إذن الإسناد المجازي في قولنا بَنَى الْحَاكِمُ الْمَدِينَةَ الإسناد الحقيقي إذن لدينا بَنَى الْعُمَّالُ الْمَدِينَةَ بِأَمْرٍ مِنَ الْحَاكِمِي بَنَى الْعُمَّالُ الْمَدِينَةَ بِأَمْرٍ مِنَ الْحَاكِمِي إذن بنا هو المسند والحاكم المسند إليه فأسندنا فعل البناء إلى الحاكم في حين أن عملية البناء قام بها العمال وليس الحاكم ولكن لأنه هو الذي أمر بالبناء أسندنا إليه فعل البناء مجازا أسندنا إليه فعل البناء مجازا الآن لو نريد أن نبين العلاقة بين الإسناد المجازي والإسناد الحقيقي العلاقة هي أن الحاكم سبب في بناء المدينة إذن العلاقة بين الإسناد المجازي والإسناد الحقيقي هي السببية هي السببية لأن الأمير أو الحاكم سبب في بناء المدينة لا إنه بنها بنفسها هو السبب في بنائها وليس أنه بنها بنفسه الآن أين يكمن الغرض البلاغي من خلال استخدام هذا المجاز لو لاحظنا التعبير بنا الحاكم المدينة فنحن نريد أن نوضح المعنى ولكن من معنى الذي نريد أن نوضحه في هذا المثال؟ نريد أن نوضح أن الحاكم هو الآمر وبسببه ثم البناء نريد أن نبين أن للحاكم فضل في بناء المدينة زائد إذا عبرنا بقولنا بنى الحاكم المدينة وبين أن نقول بنى العمال المدينة بأمر من الحاكم فنلاحظ أن الإسناد المجازي فيه خفة وإيجاز فيه خفة وإيجاز زائد فيه بلاغة وفيه مبالغة نحن بالغنا في الحكم أنه هو الذي بنى في حين أنه لم يبني المدينة بنفسه لأن هنا يكمن سر بلاغة هذا النوع من المجاز أولا في توضيح المعنى وضحنا أن الحاكم هو الآمر وبسببه تم البناء ثانيا هناك خفة وإيجاز في التعبير وأيضا تعبير بطريقة بلاغية جميلة فيها جمالية زائد المبالغة المبالغة هنا لتوضيح المعنى المبالغة في الكلام لتوضيح المعنى إذن أول علاقة من علاقة المجلس العقلي هي السببية وهي إسناد الفعل إلى سببه وليس إلى فاعله الحقيقي إلى العلاقة الثانية من علاقة المجلس المرسل نهار الزاهد صائم وليله قائم نهار الزاهد صائم وليله قائم إذن القرنة كما قلنا هي دائما عقلية يعني أننا نكتشف المجاز عن طريق العقل أو ندركه بالعقل الإسناد المجازي في هذا المثال هو في قولنا نهاره صائم وليله قائم فنحن أسندنا فعل الصيام إلى النهار وأسندنا فعل القيام إلى الليل نحن قلنا الفعل وفيما معناه إذن هنا فيما معناه الصائم بمعنى يصوم وقائم بمعنى يقوم يعني اسم الفاعل هنا صائم وقائم اسم الفاعل الإسناد الحقيقي الزاهد صائم طيلة النهار وقائم طيلة الليل الزاهد صائم لأن الإسناد الحقيقي هو أن نسند فعل الصيام إلى الزاهد ولكن نحن أسندنا فعل الصيام إلى النهار وأسندنا فعل القيام إلى الليل ولكنه في الحقيقة هو للزاهد فهذا الإسناد مجازي واكتشفنا ذلك كما قلنا بالعقل أو أدركناه هذا المجاز بالعقل الآن العلاقة العلاقة بين الإسناد المجازي والإسناد الحقيقي هي الزمانية لماذا؟ لأن النهار هو زمن الصيام والليل هو زمن القيام لأن النهار زمن الصيام والليل زمن القيام فبهذه الصورة نستنتج أن المجاز العقلي هنا علاقته الزمانية بمعنى أنني لا أسند الفعل إلى فاعله الحقيقي وإنما أسنده إلى الزمان الفعلي زمان الفعلي فنسمي العلاقة زمانية سر بلاغته إذن سر بلاغته هو التوضيح المعنى ومن خلال هذا المثل نريد أن نوضح معنى معين فقلنا نهاره صائم وليله قائم بمعنى أن هناك تعبد شديد فنريد أن نوضح هنا شدة تعبد الزهد لماذا؟ لأننا عبرنا بطريقة مبالغ فيها فهذه المبالغة في التعبير بأن النهار صائم وليل قائم هذه المبالغة في التعبير نرمي من خلالها إلى توضيح شدة تعبد الزهد بمعنى أنه يتعبد دون انقطع ففي النهار صائم وفي الليل قائم فشدة تعبد الزهد تتضح من خلال المبالغة في التعبير وأن نسند فعل الصيام إلى النهار وفعل القيام إلى الليل إضافة إلى ما يتمتع به هذا التعبير من خفة وإجاز وكذلك بلاغة بمعنى أن نعبر بسلوب جميل فيه بلاغة أكثر مما نعبر بطريقة حقيقية أو بإسناد حقيقي هذا بالنسبة للعلاقة الثانية هي العلاقة الزمنية وهي حين نسند الفعل إلى ليس إلى فاعله الحقيقي وإنما إلى الزمن الفعلي إلى العلاقة التعلي قال الله تعالى وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ إذن كما قلنا عن طريق العقل ندرك أن الكلام لم يأتي أو الإسناد لم يكن حقيقي وإنما إسناد مجازي أين هو الإسناد المجازي؟ هو في قول الله تعالى الأنهار تجري وجعلنّا الأنهار تجري والإسناد الحقيقي مياه الأنهار هي التي تجري وتسير العلاقة الآن بين الأنهار تجري ومياه الأنهار العلاقة بين الأنهار والمياح إذن العلاقة هي بين الإسناد المجازي والإسناد الحقيقي هي المكانية لماذا المكانية؟ لأن النهر هو مكان جريان المياه لأن النهر هو مكان جريان المياه فهنا لم نسند فعل الجريان إلى المياه وإنما أسندناه إلى مكان جريانها وهو النهر فأسند الفعل إلى المكان وهو النهر الآن أين يكمن السر البلاغي في هذا المثال سر بلاغتها هو توضيح المعنى كما قلنا دائما هناك توضيح للمعنى ولكن من معنى الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يوضح في هذا المثال أو في هذه الآية الكريمة يريد أن يوضح أن هذه الأنهار كانت مغمورة بالمياه فتصبح وكأنها تجري مع المياه فقال وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم بمعنى أنها مغمورة بالمياه فهنا عندما نقرأ هذه الآية الكريمة يخيل إلينا أن هذه الأنهار وكأنها تجري من شدة المياه الموجودة فيها فهنا هذا هو المعنى الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يوضح من هذه الآية بالإضافة إلى أن التعبير تسمى بالخفة والإيجاز مع المبالغة مع المبالغة وهذه المبالغة كما قلنا نرمي من خلالها إلى توضيح المعنى المبالغة من أجل توضيح المعنى فالمبالغة في قول الله تعالى أن الأنهار تجري وهذا أمر مبالغا فيه لأن الأنهار لا تجري فمياه الأنهار هي التي تجري هذا بالنسبة لهذه العلاقة وهي العلاقة المكانية إلى العلاقة التالية جد جده عظمت عظمته جن جنونه هنا لدينا ثلاثة أمثلة جد جده عظمت عظمته وجن جنونه دائما القارنة عقلية الإسناد المجازي في قولنا جد جده جده فأسندنا في فعل الجدي إلى الجدي بمعنى المصدر فالشخص الذي يجد وليس المصدر فجد الشخص المتصف بالجدي يعني الذي يجد ويجتهد هو الشخص ولكن نحن قلنا جد جده والجد هو مصدر الفعل جده بمعنى اشتهده جد بمعنى اشتهده والجد عفواً الجد هو مصدر الجد هو مصدر الفعل جده فنحن هنا أسندنا الفعل إلى مصدره ولم نسند الفعل إلى فاعله الحقيقي وهو الشخص المجد ونفس الشيء إذا قلنا جن جنونه فأسندنا فعل الجنون إلى مصدره الجنون ولم نسنده إلى الشخص أو الإنسان الآن العلاقة بين الإسناد المجازي والإسناد الحقيقي هي المصدرية لماذا سمناها المصدرية؟ لأننا أسندنا الفعل إلى مصدره بدلا من أن نسنده إلى فاعله الحقيقي بدلا من إسناد الفعل إلى فاعله الحقيقي أسندناه إلى المصدر الجد لا يجد ولكن الشخص هو الذي جد وتم إسناد الفعل للمصدر من باب التجاوز فنحن أسندنا الفعل إلى المصدر نفس الشيء عندما نقول عظمة عظمته فأسندنا فعل عظمة إلى العظمة وكذلك عندما نقول الله جل جلاله فأسندنا فعل جل إلى الجلال وهكذا الآن أين يكمن السر البلاغي؟ من وراء هذا الإسناد وهو إسناد الفعل إلى مصدره توضيح المعنى فلما أقول جن جنونه جد جده عظمت عظمته فأنا هنا أبالغ أبالغ لأبين الشدة شدة الشيء شدة الشيء فألما أقول جد جده بمعنى أنه مجد بشدة مجد بشدة وعندما أقول جن جنونه بمعنى أن هذا الجنون شديد جنون شديد لذلك أتوضيح المعنى ما هو المعنى الذي نريد أن نوضحه وهو شدة جد المجد والتعبير كذلك يمتاز بالخفة والإجاز وأيضا فيه مبالغة وهذه المبالغة كما قلنا نرمي من خلالها إلى توضيح المعنى خاصة هنا أننا نريد أن نوضح شدة الفعل شدة الفعلي فألما أقول جن جنونه شدة الجنون عظمت عظمته شدة العظمة وجد جده كذلك شدة الجد جد جده إلى العلاقة التالية قال تعالى فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية الإسناد المجازي في قول الله تعالى عيشة راضية والإسناد الحقيقي وإنما نقول عيشة مرضي عنها أو بها لأن العيشة نرضى بها وليس هي التي ترضى من يعيشها هو الذي يرضى بها فهي مرضي عنها أو بها وليست هي التي راضية إذن أسندنا هنا الإسناد غير حقيقي فبدلا من أن نقول أن العيشة مرضي عنها أو الله سبحانه وتعالى بدلا من أن نعبر عن أن العيشة مرضي عنها فقلنا راضية العلاقة بين الإسناد المجازي والإسناد الحقيقي هي المفعولية ما معنى ذلك؟ يعني بدلا من أن نستعمل اسم المفعول استعملنا اسم الفاعل فالعيشة راضية العيشة لا ترضى العيشة لا ترضى فهي مرضي عنها مرضي عنها بمعنى اسم مفعول اسم مفعول راض مرضي راض مرضي فاعل مفعول فهي عيشة راضية أو الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى استعمل اسم الفاعل بدلا من اسم المفعول إذن أطلق اسم الفاعل وأسند إليه صفة الرضا والمقصود به المفعولية أي مرضية بمعنى أن هذه العيشة مرضي عنها مرضية وليست راضية سر بلاغتها توضيح المعنى لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يوضح معنى مرضي عنها هنا فهو في عيشة راضية بمعنى أن هذه الحياة التي يعيشها فيها نعومة شديدة شدة النعومة في العيش في العيشة فلما كانت ناعمة جدا لدرجة لو نطقت لراضية بمعنى أن هذه العيشة التي يعيشها ناعمة جدا شديدة النعومة فلو أنها نطقت لراضية بهذا الأمر إذن التعبير أيضا يمتاز بالخفة والإجاز وكذلك فيه مبالغة المبالغة لتوضيح المعنى لأن العيشة لا ترضى وإنما مرضي عنها هذا بالنسبة لهذه العلاقة وقلنا مفعولية المفعولية عندما نسند الفعلة إلى اسم الفاعل والمقصود هو اسم المفعول نسنده إلى اسم الفاعل ولكن المقصود هو اسم المفعول إلى علاقة أخرى وهذه العلاقة هي عكس العلاقة السابقة عكس العلاقة المفعولية قال تعالى إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا إذن الإسناد المجازي هو في قوله تعالى حجابا مستورا والإسناد الحقيقي حجابا ساترة جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون حجابا ساتر بمعنى يستر وليس هو المستور هو الذي يستر وليس هو المستور هنا الحجاب بهذا المعنى حجابا مستورا المعنى الحقيقي ساترا فلاحظوا مشتورا فrafية على وزن مفعول وساترة على وزن فاعل فهنا العلاقة بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي هي الفاعلية ما معنى الفاعلية؟ يعني أن الحجاب لا يكون مستورا وإنما يكون ساترا فالوصف نصب إلى المفعول والمقصود به الفاعلية بمعنى أن نسبنا أو أسندنا الفعل إلى اسم المفعول في حين أن المقصود هو اسم الفاعل الإسناد كان لإسم المفعول في حين أنه المقصود هو اسم الفاعل أسندنا الستراء بإسم الفاعل أو استخدام اسم المفعول بدلا من اسم الفاعل الفاعلية تكون باستخدام اسم المفعول بدلا من اسم الفاعل فكأن الحجاب من غلظه وعظمه وعظمه يصبح مستورا فمن باب أولا أن يكون ساترا لمن خلفه لما نقول حجاب فهو يستر من خلفه ولكن هنا بهذا التعبير وكأننا نقول أن هذا الحجاب هو ذاته مستور سر بلاغتها أين يكمن السر البلاغي هنا؟ لأن هنا أيضا فيه مبالغة هذه المبالغة أن الحجاب في حد ذاته هو مستور في حين أنه هو ساتر هو يستر ولكن في هذه الآية الكريمة قال الله تعالى أنه مستور فهنا نريد أن نوضح معنى شدة الستر شدة الستر بمعنى أنه يستر بطريقة شديدة جدا فيها شدة لدرجة أن حتى هذا الحجاب هو في حد ذاته مستور إذن وكذلك التعبير يمتاز بالخفة والإجاز فيه خفة وإجاز إضافة إلى المبالغة إذن علاقات هذه هي علاقات المجهز المرسل إذن نوجدها في هذا المخطط إذن علاقات المجهز المرسل أولا قلنا السببية متى نسمي العلاقة أو بالعلاقة السببية عندما يكون الإسناد لسبب الفعل يعني لا أسند الفعل إلى فاعله الحقيقي وإنما أسنده لسبب الفعل الزمانية حين يكون إسناد الفعل لزمانه بمعنى أني لا أسند إلى الفعل الحقيقي وإنما لزمان الفعل المكانية حين يكون الإسناد لمكان الفعل لمكان الفعل المصدرية أسند الفعل إلى مصدره المفعولية الإسناد يكون لإسم الفاعل بدلا من اسم المفعول يعني بدلا من أن نستخدم اسم الفاعل نستخدم اسم المفعول والفاعلية الإسناد يكون لإسم المفعول بدلا من اسم الفاعل هذا بالنسبة لعلاقة المجاز المرسل باختصار أما سير جمال المجاز العقلي فيكمن في ثلاثة عناصر وقد ذكرناها عندما شرحنا علاقات المجاز المرسل العقلي أولا الخفة والإجاز ثانيا التوضيح ثالثا المبالغة الخفة والإجاز حين نعبر عن المعنى بإجاز التوضيح حين نبين المعنى المراد لصاله من خلال المجاز وأيضا التعبير بطريقة المبالغة حين نعبر بطريقة مبالغة فيها لتوضيح المعنى وكل هذه الأمور وجدناها ولاحظناها في الأمثلة السابقة المثال جد جده بمعنى أن هنا التعبير فيه خفة وإجاز فيه توضيح للمعنى وهو شدة المثابرة والجد وأخيرا المبالغة لأنه في مبالغة حين أسندنا الفعل إلى مصدره وليس إلى فاعله الحقيقي وهذه المبالغة قلنا نرمي من خلالها إلى توضيح الشدة الجد والمثابرة هذا بالنسبة للمجاز العقلي ولعلاقات المجاز العقلي إذن بينينا كيف أو ما الذي يميز المجاز العقلي عن غيره من أنواع المجاز وكذلك ما هي أهم وعلاقاته إضافة إلى سر بلاغة المجاز العقلي أتمنى لجميع الاستفادتها من هذا الدرس أستفدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر